انت تجننتو اللي ايه؟ باجا باشا حفظ الله حفظ الله زكا باشا زكا باشا تفضل يا باشا تفضل يا ألف أهلا وسهلا أعرض الله يا باشا أنا مش مصدق نفسي أنا حاس ما بأحلم الله يا باشا تفضل لما انت كنت نقع مع السلم كده لين؟ لما فيش ده وأنا واقف فره ضغط فوقعت على الأرض ضغط؟ ضغط ايه؟ ده انت مش هالفط في حد كان بضربك؟ حسام يا حسام تروحتي فين يا ابني؟ أنا عمال أدور عليك ايه ده؟ كابتن حمدي نجي باشا معقولة خطوة عزيزة يا أهلا وسهلا تا ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازاك يا بكباتن؟ والله يا باشا أنا وأحسام ابني في سيرتك على طول بيقولي الراجل ده أنا عمري ما شفت زيه في حياتي هو اللي رجع لي ثقة بنفسي وهو اللي خلاني أخد المدالية الزهبية ما هو ابني زي ما هو ابنك بالظبط ده لينا الشرف يا ناجي باشا مش حد تضطرها اللي هي روح عمليها الشطول بالقوطة وحط الجابنا عازة أفطر مع الكابتن الحمدي من عنا يا باشا ايه ده؟ ما لك يا حسام ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ده كان بيتخانق بيتخانق مع مين؟ اه عسانك وتطالع ع السلم فلياتوا بتخانوا مع بعضوا ضربوا وشلاليتوا ودماغاتوا وبنيات قطعوا جابوا عالارض قطع مين وجاب مين عالارض؟ اتضرب زيه عشان كده بقى كانوا نزلين ضرب فيك اه؟ انا شفرق معي ان انا اتضربت انت شفت ابو يا باشا بقالو راجل زيه العسل انا مستعد دعمل اي حاجة عشان يرجع يمشي على الرجلي تاني هيمشي ان شاء الله هيمشي هنعمله العملية هيمشي وحيجري وحينط كمان انت من اللحظة دي اعتبر نفسك بتشتغل معي بتشلش هم هشتغل معك فينا باش انت اخر بطولة دخلتك الرقمة سبعة متر عشرين احنا هنكسر الرقم ده احنا عزينه تمانية متر صعب ليه عسان؟ وصعب يا باشا انما مش مستحيل طب قويس بدا مش مستحيل يعني ممكن تعملها واحنا داخلين انا بطولة باشا هي بطولة خاصة اهم من اي بطولة انت دخلتها قبل كده بس عازة تدريب جامد وشغل كتير وانا تحت امر سيابتك طيب انت بكرة هتيجي معي شرم الشيخ هعد عليك الساعة ستة الصبح تيبقى جاهز بشمتتك واحنا هنتضرب شرم الشيخ؟ مش عايزك تسأل كتير ركز في النطة اللي انت حتنطها مفهوم؟ مفهوم؟ pluginsهم بنا هروا وشياتك بجال؟ ايجي مينی امم مجنونة اقینة ما حتشتهم ده جواهز عجيب منور امريكود امراهد عبر الاسرائلية هم امراد امراهدены هم احسن باشا ايجي خربي بيطاك يا براهيل يعني ملاقتوش اللدات نزلوها الماية معاه؟ معه مفيش غيره وفين قلتلي اللي بيتكلم عبر كويس وغير كده هي اللي شبطت فيه اهو وصل بسلامتو بس مش دي ست اللي نزلت معها محسن باشا التانية كانت لابسة مايو أصفر انت كنت فيني يا حيوان كل ده يعني هكون فيني يا رئيس تحت الميا تحت الميا خمس ساعات يا إبراهيم دي بنت حلال مصافي دك كتب لها عمر جديد والمصح أصلاف هيصت مني تحت الميا وعادت عمل لها تنفس الصناعة الروح ردد فيها في آخر ثانية كنت بتعميله إيدا كله يا إبراهيم كنت بوريها الشعب يا رئيس أصلي المادام غوي أرميد كل ما تشوف أرمود بيلعب تحت الميا تتهبل الزار ما عندهمش أرميد في بلدهم يا باشا البحر الأحمر مفهوش أرميد يا إبراهيم يا راجل أما اللي إحنا شفنا ده إيه الست اللي كتنازده معها كتلابسة ميو أصفر وهي نازده الميا الميو اللي كتلابسها راح فين يا إبراهيم يا مهر اسود ومنيل يا رئيس إيه التهمة الحقيرة دي أنا أسرق ميو على آخر الزمن أنا مدي إيدي على حاجة بش بتاعتي ليه أنت فهمني كويس يا صايع أنت الست دي غيرت الميو فين وإزاي وليه وإمتى يا باشا ما الست طالع قدامك هي لابسة الميو آخر احترام وجزء استلامها أنت مزعل نفسك ليه أتكبرش الموضوع الميو كان لون أصفر يا إبراهيم كان أزرق يا باشا لا أصفر لا كان أزرق أصفر يا إبراهيم الله يخرب بيت ده ميو ما يمكن لونه تغير تحت الميو أصلي في ميوهات كده لونها بتتغير تحت الميو يا إبراهيم يا إبراهيم ما تصلحش علينا إبراهيم الست رات لابسة ميو كتعة واحدة ده كتعتين مش أحسن بنزلوكو بكتعتين واطلع بكتعة يا إبراهيم مش هيعدي على خير يا إبراهيم ده مجوز على عضو الكونجرس الأمريكي يا باشا انت حارق نفسك ليه وقاعد بتغلي كده يعني انت هتغيره على مرات عضو الكونجرس بس أكتر من عضو الكونجرس نفسه طب بص الراجل حد المراته إزاي الراجل واثق في نفسه واثق في مراته ودي الحاجة اللي مش موجودة ما بيننا يا باشا السكة بس هيا هيا با هيا با هيا با هيا با هيا با هاتي خوتي يا فوت هيا با الولاية نازلة معاك بميوها أسفر تطلعها بميوها أزرق يعني تيجي إزاي لا ديني للصوت يا عم كان أزرق ازاك يا عضي يا إبراهيم ناجي باشا عطالله ازاك يا باشا وحيشنا ايه عطو حدوني وانت مبلون من فرحاتي ده أنا بش مصدق عناي يلا غير رضومك وتعلالي أنا مستنيك في اللوق خمامة فين أيامك يا باشا شكرا 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 شكرا